السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء وعضل على الناس أصحاب الكيف العالي كلامنا النهاردة عن معشوقة الجماهير اللي بتتطحن وبتقدم روحها في سبيل مزاجنا حلقة النهاردة عن القهوة اللي بتقضي على التعب والإرهاق والوحدة بفنجان واحد هنتكلم بالتفصيل عن فوائد القهوة للجسم بشكل عام والعضلات بشكل خاص وإيه هي الكمية المسموح بيها للقهوة في اليوم وإيه هي أضرار القهوة وإيه أفضل نوع من أنواع القهوة الموت معكم عزة عبد الرؤوف وإنت بتتفرج على قناة جيم كايرو ويشرفني اشتراكك في القناة كلام النهاردة هيبقى موسك بالأبحاث والدراسات الطبية وهتلاقى في وصف الفيديو كل حاجة هتكلم عليها النهاردة ولكن لو حضرتك بتعاني من أي مشكلة صحية بالتحديدة مرضي القلب والشاريين والضغط أتمنى تراجع الطبيب بتاعت قبل ما تشعب أي حاجة فيها قفين وأتمنى لك الصحة والعافية ويلا بينا يا شباب فوائد القهوة في مرحلة حرق الدهون زي ما كلنا عارفين أن القهوة بتحتوى على الكافيين والكافيين معروف جدا وفي دراسات كتير اتعاملت عليه أثبتت أن الكافيين ممتاز جدا في مرحلة حرق الدهون لأنه بيعمل على تكسير الدهون في الخلايا الدهنية وطبعا حضرتك مع الارتزام بنظام غزائي صحي قليل للسعارات وشرب من 3-4 كاسات قهوة في اليوم بشرط تكون من غير سكر إن شاء الله هتحقق هدفك بأسرع وقت وهتلاقوا المصدر في وصف الفيديو تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي فوائد القهوة والكافيين بشكل عام على قوة التحمل أثناء التمرين وعلى عضلات جسمة في دراسة عملت عن الرياضيين ووجدوا أن قوة التحمل عندهم زادت بالتحديد في التمرين البنش بريس اللي هو دفع بالبار تكا مستوية ووجد أن الناس اللي بتشعب قهوة بتتناول الكافيين بشكل عام قوة التحمل عندهم زادت وعدد التكرارات زادت وكمان الأوزان اللي بلعبوا بيها زادت تالت حاجة إيه فوائد القهوة والكافيين بشكل عام والكافيين ده موجود في الشاي الأخضر والشاي الأصمر وفي مشروبات تانية كتير بتحتوي على القافيين بشكل طبيعي على صحة الإنسان اللي حتى ما بيمارسها أي رياضة تعال نتفق إن الشاي والقهوة من نباتات المليئة من ضدات الأجسادة والقهوة لها فوائد كتير لجسم الإنسان والصحته أولها خفض فرص الإصابة بمرض السكري اتنين تحسين القوة الزهنية والإدراق تلاتة حماية جسم الإنسان من السمنة في دراسة تعملت على تلاتة وتسعين ألف شخص عددهم كانوا بيشربوا قهوة باستمرار من ثلاث لأربع أكواب في اليوم ووجدوا إن فرص الإصابة بالسمنة عندهم منخفضة جدا مقارنة بغيرهم وطبعا دايما ننصح الجميع بممارسة الرياضة واتباع نظام غزائي صحي علشان نقضي على السمنة نهائيا وهتلاقوا دراسة في وصف الفيديو نرجع تاني للجم والعضلات في دراسة عملت وجده إن القهوة والكافيين بشكل عام بتقل من ألام العضلات بشكل كبير وهتلاقوا المصدر في وصف الفيديو ونخرج من الجم ونروح للناس العادية ووجدوا إن القهوة بتعمل على تنشيط الدورات دموية وهتلاقوا المصدر في وصف الفيديو كان في حد أقل قبل كده القهوة بتضر عضلة القلب ودي أهم عضلة في الجسم وأنا أحب أطمنك إن في فعلا دراسات اتعملت كتير على الموضوع دوت منهم دراسة اتعملت على ربعمائة ألف شخص ودراسة تانية اتعملت على ما يقرب من مليون بنا آدم وجدوا عكس الكلام اللي إنت خايف منه نهائي وبالعكس وجدوا إن شرب القهوة بشكل معتدل بتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين وهتلاقي الدراسات دي موجودة في وصف الفيديو بالترتيب ده مش معناه إن أنا عاوز أقول إن القهوة ملهاش أضرار لإن مساء عندي مصنع قهوة أو ببيع قهوة والله ما ببيع حاجة لا بالعكس القهوة لها أضرار وأول ضرر هو التجعيد ليه؟ لإن القهوة أحد مضررات البول الطبيعية فمجرد ما بتشهب قهوة بشكل مفرد شوية جسمك بيبدأ يتخلص من السوايا ولو ما شربتش الميا بشكل كافي للأسف يحصل للتجعيد يبقى الحل هنا لو هتشرب قهوة أو بتاخد أي حاجة فيها قفايين بشكل عالي إنك لازم تزود مشهوب الميا تاني حاجة وهو خطيرة حبتين هي شاشة العزام لإن قباية القهوة اللي سبريسو بتكون بتحتوع على 150 ملي كافيين وده بيخلي جسمك يتخلص قصادهم من 5 ملي جرامات من كالسوم وده حلها لو أنت بتشهب أكتر من 3-4 فناجين قهوة في اليوم لازم تدخل للأكل اللي بيحتوع على الكالسوم في الزمك الغذائي زي الجبنة والزبادي والحليب والسبانر وبعض الأكلات الكتير أو الموجودة في السوق اللي بتحتوع على الكالسوم وهنا أدخل أسأل مهم إيه الكمية المسموح بيها من القهوة القهوة والكافيين بشكل عام يفضل لا تتجاوز 200 ملي كافيين في الفنجان الواحد وما يزدوش عن 400 ملي كافيين على مدار اليوم وطبعا كل ما قللت عن 400 ملي كان أفضل لصحتك واخدت فايدة القهوة من غير ما تخش في مرحلة الخطر إيه هو الوقت المناسب اللي أقدر أشوف فيه قهوة أنا متطمن وإيه الوقت اللي ياريت نخفف فيه القهوة أو نلغيها خالص القهوة والكافيين يفضل تناولهم قبل التمرين بساعة أي مده جسمك الطاقة والتركيز أثناء التمرين أما الوقت اللي أنا بحذر منه بشرب القهوة هو أثناء التمرين من فترة وأنا في الجيم لقيت أحد أصدقاء سابي التمرين وراح يشرب دابل إس بريس قلت له يا صديق اللي أنت بتعمله ده خطر على حياتك وعلى صحة قلبك قال لي ليه أنا عاوز أركزه فوق قلت له تشربه قبل التمرين بساعة أنت دلوقتي دربات قلبك أعلى من المعدل الطبيعي وكمان هتدخلها قهوة وهي هترفع لك دربات قلبك هنا هيحصل مشكلة فبلاش تشرب قهوة أثناء التمرين عاوز تشرب قهوة قعد استنى ارتاح اشرب قهوة وبعدها بخمسة واربين دقيقة ونص ساعة الأقل ابدأ تمرين حتى البرور كاوت مكملات الطاقة سواء اللي بتيجي على شكل مكملات أو اللي بتجمع سوبر ماركت اقرأ التعليمات اللي عليها هتلاقيها بيقولك اشربها قبل التمرين بخمسة واربين دقيقة وطبعا القهوة والكافيين بيستمر مفعولهم في الجسم حوالي عن أربع خمس ساعات فيفضل قبل النوم باربع خمس ساعات انك توقف استهلاك القهوة وأي حاجة فيها كافيين علشان خاطر تعرف تنام بشكل كويس يعني لو انت بتنام الساعة عشرة فانت أخرك الساعة خمسة المغرب تكون موقف شرب قهوة أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته